بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثاني عشر درسنا لهذا اليوم يندرج تحت مهارة الكتابة بعنوان لماذا تحيي الأمم تراثها الجزء الأول عزيز الطالب يتوقع منك في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أولا أن تستكشف الخصائص البنائية والأسلوبية للمقال التفسيري ثانيا أن توظف طرائق وأساليب مختلفة لاستهلال المقدمة في المقال التفسيري عزيز الطالب لاستهلال الشائعات بسرعة والآن أو إجباره على تقبل وجهة نظر معينة لو قمنا بتطبيق هذا التعريف على الأسئلة السابقة ماذا نجد؟ أحسنتم أولا تفسير الاهتمام بالتراث ثانيا تفسير التقليد الأعمال الغرب ثالثا تفسير عزوف الشباب عن القراءة رابعا تفسير ضعف الرغبة بالدراسة نلفت انتباهكم أبناء الطلاب إلى أنماط المقال التفسيري النمط الأول قائم على تحديد المشكلة وبيان أسبابها واقتراح الحلول أما النمط الثاني قائم على الشرح والتوضيح من خلال بيان الأسباب والتوصيات والآن لو قلت لكم ما تصنيف الظواهر السابقة بناء على أنماط المقال التفسيري؟ بوركتم عزوف الشباب عن القراءة وضعف الرغبة بالدراسة تنتميان للنمط الأول أما اهتمام دولة قطر بالتطور العمراني واهتمام الأمم بتراثها تنتميان للنمط الثاني أبناء الطلاب لابد لكم من معرفة خصائص المقال التفسيري والتي تنقسم إلى قسمين القسم الأول الخصائص البنائية وهي أولاً العنوان ثانياً المقدمة ثالثاً العرض رابعاً الخاتمة فعنوان المقال التفسيري يعرف بالموضوع وقد يكون على شكل سؤال يبدأ بكيف أو لماذا ثم تأتي المقدمة فتبدأ بجملة تحدد الموضوع ثم تعرف به وتبين أهميته وسبب الكتابة عنه عزيز الطالب اعلم أن عرض المقال عبارة عن مجموعة من الفقرات تصف موضوع المقال وتفسره اعتماداً على السبب والنتيجة وهنا نلفت انتباهكم إلى مضامين هذه الفقرات فالفقرة الأولى تتضمن التفسير الأول والفقرة الثانية تتضمن التفسير الثاني والفقرة الثالثة تتضمن التفسير الثالث وأخيراً خاتمة المقال تذكرنا بالتفسيرات باختصار وقد تضيف معلومات تكون على شكل توصية القسم الثاني الخصائص اللغوية والأسلوبية هذه الخصائص تهتم بالمفردات والعبارات والأساليب اللغوية التي يوظفها الكاتب في نصه وهي متنوعة نذكر منها استخدام ألفاظ سهلة معبرة عن الفكرة بوضوح توظيف الجمل التي تحتوي التشبيه والتصوير التزام اللغة العمومية التقريرية المباشرة والابتعاد عن اللغة الخصوصية أو الشعورية الحديث عن الظاهرة بصورة عامة لا خاصة من خلال طرح جوانبها المختلفة استخدام الجمل الفعلية استخدام صيغة المصدر توظيف الفعل في الزمن الحاضر الاكثار من الأفعال الدالة على الحركة استخدام كلمات تدل على التتابع كقولنا أولا في البداية في النهاية أخيرا استخدام كلمات وتعبيرات وأدوات ربط تعبر عن السبب والنتيجة كقولنا لذلك لأن من أجل ذلك إلى آخره والآن عزيزي الطالب بعد أن تعرفنا على خصائص المقال التفسيري بنوعيها البنائية والأسلوبية لا بد لك من ربط هذه الخصائص بنموذج للمقال التفسيري أوقف التشغيل ثم اقرأ النص الآتي بعنوان بعنوان لماذا الأدب مهم في حياتنا مستحضرا في ذهنك تلك الخصائص والآن بعد قراءتك لنموذج المقال التفسيري السابق بعنوان لماذا الأدب مهم في حياتنا سنستحضر الخصائص البنائية لهذا المقال ونبدأ بالعنوان والمقدمة سأطرح عليكم السؤال الآتي ما دور العنوان في المقال التفسيري السابق وكيف تريح في المقال بوركتوم عرف بموضوع الأدب وتريح على شكل سؤال لماذا الأدب مهم في حياتنا عزيزي الطالب هاتي عنوانا آخر للمقال السابق أحسنت ما أهمية الأدب بوركت أهمية الأدب جيد ما دور الأدب في حياتنا من منكم يبين لنا كيف بدأت مقدمة المقال وما دورها أحسنت بدأت المقدمة بجملة حددت الموضوع المطروح وهو الأدب أما دورها فقد بيّنت أهمية الأدب لاحظ معي عزيزي الطالب أن المقدمة قد جاءت بشكل مباشر من خلال الحديث عن الأدب بصورة عامة لا خاصة حيث جاء في المقال كلمة الأدب بصورة عامة تستخدم لوصف أي شيء من الكتابة الإبداعية المرتبطة بالمخيلة والسؤال الذي يطرح هنا هل نستطيع تغيير استهلال هذه المقدمة؟ بوركتوم نعم فقد تبدأ بالاستفهام ققولنا لماذا الأدب مهم في حياتنا؟ سؤال يتردد كثيرا على ألسنة الناس ألفت انتباهكم أبناء الطلاب إلى تغيير استهلال المقدمة بما يسمى بالاقتباس وأنتم تعلمون أن الاقتباس هو تدمين الكلام شيئا من القرآن أو الحديث أو أقوال كاتب ما كقولنا في طفولتي وأثناء مراهقة الكتب أنقذتني من اليأس والضياع وهذا ما رسخ بداخلي أن الأدب هو أعلى القيم هكذا وصفت الكاتبة الفرنسية سيمون الأدب كما نستطيع أبناء الطلاب أن نبدأ المقدمة بالمجاز كقولنا الأدب بكل فنونه مرآة لكل زمان ومكان تذكر عزيز الطالب أنك تستطيع أن تبدأ المقدمة بالحديث عن الظاهرة بشكل مباشر أو بالاستفهام أو بالاقتباس أو بتوظيف المجاز وهذا يعود لقدراتك في الكتابة عزيز الطالب أوقف التشغيلة ثم اقرأ الفقرات الآتية والآن كيف جاء عرض المقال بوركتم جاء العرض بمجموعة من الفقرات تصف موضوع المقال وتفسره اعتمادا على توظيف أدوات الربط الدالة على السبب والنتيجة فقد احتوت كل فقرة منها تفسيرا يبين دور الأدب في حياتنا ففي الفقرة الأولى ورد متعة الأدب وفي الثانية الأدب معلم وفي الثالثة الاطلاع على التاريخ عزيز الطالب أوقف التشغيلة ثم اقرأ خاتمة المقال الآتية والآن سأطرح عليكم السؤال الآتي ما الدور الذي قامت به الخاتمة أحسنتم ذكرتنا بالتفسيرات الواردة في المقال بشكل مختصر وأضافت معلومات جديدة كالتمتع بالقراءة والاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها وصقل الشعور الإنساني أبناء الطلاب والآن سننتقل للخصائص الأسلوبية للمقال التفسيري من مفردات وعبارات وأساليب لغوية وغيرها أوقف التشغيلة ثم اقرأ مقالة لماذا الأدب مهم في حياتنا والآن سأطرح عليكم الأسئلة الآتية من يدلل على توظيف الكاتب للألفاظ والجمل السهلة المعبرة؟ تفضل يا راشد يستمد الأدب أهميته من وصفه للواقع والإضافة إليه يقدم الأدب للقارئ المتعة العميقة تجعلك تتعاطف مع الناس كما يمكن من خلال الأدب الدخول إلى التاريخ أحسنت يا راشد في سؤالنا الثاني سنتطرق إلى توظيف المجاز أوظف الكاتب المجاز في مقاله هات الدليل؟ بوركتم؟ نعم أوظف الكاتب المجاز في مقاله من خلال جمل تحتوي التشبيه والتصوير كقوله تفكر خارج حدود عقلك خاض تجارب خير مثال للأدب المعلم كتاب كليل ودمنا ابن المقفع قصص التاريخ تحكي سقل الشعور الإنساني أبناء الطلاب ننتقل إلى لغة الكاتب والسؤال ما نوع اللغة الموظفة في المقال؟ أحسنتم وظفت اللغة العمومية التقريرية المباشرة فقول الكاتب كلمة الأدب بصورة عامة تستخدم لوصف أي شيء من الكتابة الإبداعية المرتبطة بالمخيلة وكقوله يقدم الأدب للقارئ المتعة العميقة التي تتمثل في إغناء حياته على الصعيدين المعنوي والروحي وكقوله يبدو أن الأدب قد يساهم في تشكيل بناء الإنسان في كل عصر وفق سماته نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن الكاتب ابتعد عن اللغة الخصوصية أو الشعورية واكتفى باللغة العمومية التقريرية المباشرة لتوضيح أفكاره حول مضمون المقال لماذا الأدب مهم في حياتنا والآن يا أحمد دلل على توظيف الكاتب للجمل الفعلية يستمد الأدب يتجاوز تفاصيل حياته اليومية تجعلك تتعاطف مع الناس لاحظوا معي أبناء الطلاب أن الكاتب وظف الكثير من الجمل الفعلية ولكن نكتفي بهذه الأمثلة التي ذكرها أحمد أحسنت يا أحمد خالد هل وظف الكاتب صيغة المصدر في مقاله هات الدليل؟ نعم وظف الكاتب صيغة المصدر في مقاله كقوله التفكير وجودها التعليم ركود بقراءته الاطلاع أحسنت يا خالد بارك الله بك ننتقل الآن إلى السؤال السادس عمار دلل من المقال على توظيف الكاتب للفعل في الزمن الحاضر تستخدم يندرج يستمد يتجاوز تجعلك تحكي يبدو أحسنت يا عمار تذكر عزيز الطالب أن الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر والآن إلى السؤال السابع هات من النص أفعالا دالة على الحركة أحسنتم يقدم خاض السؤال الثامن ربط الكاتب أفكار مقاله بطرائق عديدة أذكر واحدة منها أحسنتم توظيف أدوات الربط الدالة على التتابع كقول الكاتب أولا ثانيا ثالثا ثالثا وختاما أبناء الطلاب الكلمات الدالة على التتابع تساعدك بشكل كبير في ربط التفسيرات ببعضها البعض والآن ننتقل إلى السؤال التاسع والأخير دلل من هذا المقال على توظيف الكاتب لأدوات الربط الدالة على السبب والنتيجة بوركتم لذلك سبب نتيجة أبناء الطلاب إلى هنا نأتي إلى نهاية الجزء الأول من درس كتابة مقال تفسيري بعنوان لماذا تحيي الأمم تراثها؟ وأذكركم بأبرز ما جاء فيه أولا الخصائص البنائية للمقال التفسيري ثانيا الخصائص الأسلوبية للمقال التفسيري ثالثا طرائق استهلال الفقرات المقدمة وأخيرا أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء في الجزء الثاني من درس كتابة مقال تفسيري بعنوان لماذا تحيي الأمم تراثها؟ موسيقى